أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتنصيق المصري الأردني حيل قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية والدفع نحو حل عادل ودائم لها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وخلال لقائه برئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز دعا جبالي لتعزيز آلية التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي باعتبارها نموذجا رائدا للتعاون العربي العربي من جانبه أكد الفايز على ضرورة مواصلة التنصيق بين البلدين الشقيقين لدفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب تتناسب مع تاريخية تلك العلاقات داعيا إلى عقد قمة اقتصادية عربية تشارك فيها القطاعات الخاصة في العالم العربي تحقيقا ودفعا للتكامل الاقتصادي العربي بعيدا عن التجاذبات السياسية